احنا قد نختلف بالكثير من الامور يعني بالاخير انا غيرك وانت غيري وهذا الاختلاف منطقي ووارد جدا لكن ما يجب ان لا نختلف فيه اننا جميعا وجعنا هو العراق يعني تمام وقضيتنا هي العراق وبالتالي يعني يجب جميعا ان نحرص احنا في هذا الوضع يعني هذه مشاكل العراق يعني ثق بالله اليوم نخجل ان نتكلم بها ماما الاخرين يعني شنو كهرباء بالالفين وعشرين لا تستطيع ان تحل قضية الكهرباء لا تستطيع ان تحل قضية الماء لا تستطيع ان تحل قضية وصلنا الى قناني الاكسجين وكذا وغيرها نعم بالتالي هذه مشاكل العراق الكثيرة والمتوالية احد اهم مشاكل العراق انه العراق العراق بهذا الافوق بهذا السعر بهذا التاريخ يأتي اليوم وتنتهك سيادته وينتهك كرامته وينتهى قراره من قوة أجنبية بشكل علني ويخرج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويتبجح بشكل علني وصارخ أنه قام باستهداف شخصيات عراقية وضيوف رسميين عراقيين داخل الأراضي العراقية وفي قرب مطار بغداد الدولي المطار الرئيسي والرسمي في جمهورية العراق بالتالي هذا مو بس تجاوز على السيادة العراقية هذا استهزاء بالسيادة العراقية هذا منتهى عدم احترام السيادة منتهى أنه هذه الدولة لا تجعل أي قيمة للعراق ولحكومة العراق ولسيادة العراق ولمقدرات العراقين بالتالي أي شخص الآن يتفضل يريد أن يقنعني بأن العراقي ممكن أن يقبل شيئا على حساب كرامته على حساب سيادته يعني أنا أقول لك بكل صراحة ووضوح أعتقد هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح